التحول إلى الدفع الألكتروني يتجه نحو شمول جميع المشتقات النفطية بعد تعميم التعامل بها بشكل إجباري عند التزود بالبنزين المحسن والسوبر في جميع محطات تعبئة الوقود شركة توزيع المنتجات النفطية حددت الربع الأول من العام الحالي موعداً للحد من عملية التداول النقدي فيما وضعت سقوفاً زمنية للتحول إلى الدفع بالبطاقات بشكل كامل الآن بدنا نغلق عملية التجهيز اللي يكون بالدفع الألكتروني الآن البنزين السوبر والمحسن بشرط أنه يكون بالدفع الألكتروني لاقى رواج وارتياح من المواطنين الكرام الآن عندنا المرحلة الثانية أنه تباعاً رح نستهدف البنتوج زيت الغاز في محطات التعبئة خلال الفترة القليلة القادمة وبعدها نذهب باتجاه غلق التام لكافة المشتقات النفطية بعد ما أنه نستكمل إجراءات ومعالجة كافة الإشكاليات اللي قد تواجه هذا البرنامج وزارة النفط وشركة توزيع المنتجات النفطية بالتعاون مع البنك المركزي وفرت أجهزة البي او اس في جميع محطات تعبئة الوقود وإلزام المواطنين بالدفع الألكتروني لمادة البنزين المحسن والسوبر إلى جانب إنشاء منافذ إصدار البطاقات في المحطات لتسهيل العملية إلا في الحالات الإفطرارية يا الله ناخد نقد البنزين العادي ألكتروني دفع ألكتروني أو نقد بس إن شاء الله بالأيام القادمة رح يكون كل دفع ألكتروني فيزا كارت أو الكارت العادي ويشتري من الأسواق يعني كل شيء يسوي بها التحول التام إلى الدفع الألكتروني لجميع المشتقات النفطية يسير وفق توقيتات زمنية حددتها وزارة النفط لتطبيق برنامجها الحكومي الرامي إلى التحول الألكتروني في مختلف مفاصلها إلى جانب معالجة المعوقات والتحديات التي تواجه المشروع مع البنك المركزي ميثم الجناحي العراقية الإخبارية بغداد